جدول مضغوط جدا وهنا الحياة يعني جملة بس لانه البعض لما بيتكلم بيتكلم على انه ما احنا اجلنا له مباريات وانتو لما اجلتوا مباريات للاهلي ما كانتش منحة ما كانش بيتفسح اه يعني اجلتاله عشان يروح يعمل جولة في اوروبا يتفسح فيها يعني بالزبط هو كان بيلعب مطشاة مضغوطة برضو بيلعب ويسافر افريقيا ويمسل مصر ويلعب عرب ويلعب افريقي فبالتالي التاجيل ده كان اضطراري نظرا لسفره لو كان ينفع يلعب الاهلي مع بيترجيتو هو موجود في تونس كنت اعملوها لكن اننا اخوض مباريات رسمية بمثل فيها البلد وبدافع فيها عن الكرة المصرية وبمثل فيها نفسي برضو كارتبات رسمي بوصف بطل تكون النتيجة ان انا اتعاقب محليا بجدوى المضغوط ونظام ما احنا اجلناه لك كما لو كان ده من الضمان الاجتماعي ولما الناس تتكلم ما انتو اجلتولو برضو التعامل مع فكرة تأجيل المباريات على انها كانت منحة لاراحة الاهلي ما كانتش اراحة الاهلي كان بيسافر وبيلعب فبالتالي اعتقد هذا التعامل غير الادمي مع جدوى للمباريات المضغوط نتائجه اللي انتو شايفينها كل مباراة لو فيه اصابات بوصف هذا الضغط الشديد في المباريات والمجهود الكتير في فترة قصيرة باش منز ترجمة نانسي قنقر